صدقت المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له أن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور كامل أعضائها وبعد تدقيق ومداولة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاعتراضات على بعض منها قررت المحكمة المصادقة على الأسماء الواردة اشتركوا في القناة